إذا نقل منتخب لبنان للشعب اللبناني ليحضر فوتبول قرصني أنا أكبر قرصان وبتشرف أن يكون قرصان هكذا رد وزير الإعلام ملح مرياشي على مطالبة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم تلفزيون لبنان قبل يومين بالتوقف عن بث مباريات المنتخب الوطني في كأس آسيا في كتاب وجه الاتحاد الأسيوي إلى الاتحاد اللبناني بتهمة القرصنة وقد استجاب الاتحاد اللبناني وطلب إلى إدارة تلفزيون لبنان التوقف عن بث مباريات المنتخب إلا أن وزير الإعلام يصر على أن يشاهد كل اللبنانيين منتخبهم نحن لو بدنا نقرصن ما نقلنا ودفعنا ملايين الدولارات للشعب اللبناني يحضر مجانا مباريات كأس العالم نحن عم ننقل منتخب لبنان ما عم ننقل كأس آسيا وينما بيلعب منتخب لبنان إن شاء الله بيلعب على كوكب المريخ بدأ نقله وما في إلا للختيارة والولادة الإعدين بعكار وبالقاع وبزحلة وبوين مكان وما عندهم الشبكة الإلكترونية الباي تيفي يعني اللي بيحضروا إنه لايكم أنتوا ما معكم المصاري ما فيكم تحضروا لأ أنا بدي اللي ما معهم المصاري يحضروا قبل اللي ما معهم المصاري وخلصنا من هيدا الموضوع وانس فور اول الشعب اللبناني بيحضر فريقه وكل السفهاء والتافهين اللي كانوا عم بيهاجموا الوزير وهاجموا التلفزيون إنه ما لازم تمرقوا لازم تمرقوا وهيدي سرقة وهيدي مش سرقة إذا نقل مباريات للشعب اللبناني سرقة أنا سرقة وفق المعلومات فإن الشركة صاحبة الحقوق التجارية طلبت سعرا باهظا في مقابل نقل مباريات كأس آسيا ورفضت الموافقة على نقل مباريات منتخب لبنان فقط في مقابل سعر أقل لكن وزير الإعلام يسير في قراره بث مباريات المنتخب وهو ما أكده في مؤتمر صحفي عقده قبل ساعتين من المبارات الثالثة والحاسمة للمنتخب الدستور يسمى ويسمو على أي قوانين أخرى الدستور اللبناني يكفل الحق السيادي لللبنانيين بالمشاهدة والدستور اللبناني يؤمن هذا الحق وأنا من واجبة وأكثر من واجبتي علي أن أعمل بهذا الواجب أن أمن هذا الحق للشعب اللبناني عم بيبس عبر التلفزيون الرسمية اللي هو مرفق عام ملك للشعب اللبناني وردا على سؤال حول الإجراءات القانونية أكد رياشي أن الوزارة جاهزة لكل الاحتمالة ترجمة نانسي قنقر